بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بكم يا جماعة في قناة عالم الزراعة معاكم مهندس أحمد السعيد حلقتنا النهاردة يا جماعة حلقة من الحلقات المهمة اللي هنتكلم فيها عن محصول من أفضل المحاصيل الصيفية ربحية هنتكلم النهاردة عن زراعة الفصولية الجافة في البداية يا جماعة معلومة مهمة أوي لازم تحطها في الاعتبار وهي زراعة الفصولية الفصولية يا جماعة تجود زراعتها في جميع أنواع الأراضي جيلة الصرف والخالية من الملوحة طيب الفصولية بتتحمل ملوحة لغاية قدية يا جماعة توصل لغاية أقصى حد من الانتاجية اللي تاخد أعلى انتاج من الفصولية لو درجة الملوحة بتاعة المية عندك من 500 بيئم لغاية 700 بيئم انت تمام وزي الفن فيما زاد عن ذلك يبدأ الانتاج يقل معاك ويبدأ النبات يتأثر معاك بالملوحة العالية اللي حضرتك بتستخدمها في المية اللي حضرتك بتسمدها طيب بالنسبة لكمية التقاوي الفدانة جماعة اللي هتديك الكسافة النباتية المسلة ما تقلش عن 50 كيلو للفدان الكسافة النباتية المسلة يا جماعة فدان التنقيد هياخد منك 60 كيلو للفدان 3 كيلو لكل قراط الفدان عندنا هنا جماعة في الفلاحين او في اراضي الدلتة بيتقاس مثلا 20 متر لحمية عشان بتطلع منه الجسور وبتطلع منه الحماميل وبتطلع منه الكلام ده كل طب حضرتك لو بتزرع في الصحرة ممكن الفدان اللي هو اللي 24 قراط تضرب كل اراض في 3 كيلو فاصوليا يعني اللي 24 اراض هياخده منك 72 كيلو فاصوليا لو حضرتك هتزرع بالكسافة النباتية المسلة اللي هتوسلك لاعلى انتاجية للفدان اللي بتوصل معاك ل3 طن للفدان لو حضرتك زارع بالطنقيد والظروف البيئية اللي حواليك كلها ظروف ايه مناسبة للزراعة والانتاج طيب لو حضرتك بتزرع غمر الانتاجية بتاعتك يا جماعة لن تزيد عن 2 طن للفدان برضو لو حضرتك موفر كل الظروف البيئية المناسبة لزراعة الفاصوليا طيب عفواني نجي بقى يا جماعة كده مع بعض خطوة خطوة نجهز الارض بتاعتنا للزراعة اول حاجة حضرتك هتعملها هتحط السماد البلدي بمعدل 20 متر مكعب للفدان ولو حضرتك متاح قدامك انك تجيب الكمبوسة يكون افضل لحضرتك بكتير جدا تحط برضو 20 متر مكعب للفدان وتبدأ تحرط الارض وتحط برضو يا جماعة السوبر فوسفات المحبب او الناعم وبعدك تحرط الارض تحط السوبر فوسفات المحبب بمعدل من 4 الى 5 شكاير للفدان تبدورهم في الارض ولو هتزرع غمر تحط سلفات نشادر وتحط سلفات بتاسم تحط سلفات نشادر بمعدل 100 كيلو للفدان وتحط سلفات بتاسم بمعدل 50 كيلو فدان ده لو حضرتك هتزرع غمر طب لو حضرتك هتزرع بالطنقيد يبقى كفاية قوي السماية البلد اللي حضرتك هتحطه وتحط معاي السوبر في السوات وبعد كده تبدأ تحط كل الاحتياجات السمادية اللي نبات محتاجة وتحطها له في برنامج التسميد اللي انت بتستخدمه بعد كده ده بالنسبة لتجهيز الطول وبعد كده تحط الخدمة بتاعتك تبدأ ان انت تحرط الارض بتاعتك حرتتين متعاملتين وبعد كده تبدأ تخطط الارض بتاعتك هتخططها بمعدل قد ايه وتركز معاها بقى في النقطة ده يا جماعة عشان دي اللي تفرق معاك في الانتاجية ممكن تخطط تزرع في صورة بتاعتك على خطوط معدل 14 خط في الأسابتين ممكن تزرع على مصاطب عرض المصطبة من فوق 70 سنتي ممكن تزرع على مصاطب عرض المصطبة من فوق من 80 إلى 90 سنتي ممكن تزرع على مصاطب تعدي معاك الميتر أو 120 سنتي كل ده متاح بالنسبة لك وكل مكانة الارض بتاعتك كويسة مفيش فيها ملوحة عالية تقدر ان انت توسع المصطبة بتاعتك وتزود عدد الخراطيم كده هتاخد كسافة نباتية عالية انك انت بتقلل من المسافات اللي مش مزروعة وتكلمنا في الكلام ده قبل كده اهم حاجة انك تزرع بكسافة نباتية موسلة وتسيب مسافات للتهوية بين النبات وبين الاخر واقول لحضرك بره تزرع ازاي طيب سين احنا النهاردة هنزرع طنقيت ونركز يا جماعة في النقطة دي هتبدأ تخطط الارض بتاعتك عرض المصطبة بتاعتك من فوق من 80 الى 90 سنتي وتركز في الكلام ده طيب لو انت هتخطط بالقطاع الصغير تزبطها ازاي لو هتخطط بالقطاع الصغير وعايز المصطبة من فوق عرضها 90 سنتي هتعمل الخطات من نص البسخة لنص البسخة او من سن البسخة او من نص القلبية لنص القلبية 120 سنتي هيطير معاك 15 سنتي من هنا و15 سنتي من هنا يبقى صفت معاك عرض المصطبة من فوق دي 90 سنتي طيب المصطبة 90 سنتي زي ما انت شايف كدامك في الفيديو ده طيب المصطبة 90 سنتي هتاخد كم خرطوم هتاخد خرطومين وتزرعها كم ريشة اما ان حضرتك هتزرعها 4 ريش او حضرتك هتزرعها 3 ريش طيب ايه الافضل اللي اتنين كويسين ومناسبين جدا بس تركز معايا في القصة دي لو انت هتزرع المصطبة اللي موجودة عند حضرتك دي 4 ريش هتحط ريشة في حرف المصطبة وريشتين في وسط الخرطومين وريشة في طرف المصطبة تاني ما انت كده عندك 4 ريش وكل ريشة بينها وبين التاني قد ايه 20 سنتي كده المسافة الى حد ما ايه معقولة طيب الطوالي بقى وده المهم هتزرع برضو على قد ايه على 20 سنتي يبقى انت بالمسافة بين كل جورة وجورة يمين وشمال 20 سنتي او ان حضرتك تزرع بالطريقة التانية وده الافضل بالنسبة لك انك تزرع كم ريشة هتزرع 3 ريشة ريشة او سطر على حرف المصطبة اليمين وسطر على حرف المصطبة الشمال وسطر في وسط ايه المصطبة يبقى انت عندك كده ايه 3 ريش طيب المسافة الطوالي بقى هتعمل ايه هدية المسافات بين الجورة والتانية يعني هتزرع بين الجورة والتانية عشرة سنتي في الطوالي يبقى انت كده عندك تلت خطوط بين كل جورة وجورة عشرة سنتي وتحط في كل جورة مالا كل عن بزرتين او تلت بزور فصولي محدش يحط بزرة واحدة قال لحاجة يا جماعة تحطها في الجورة بزرتين وبعد ما بتحط البزرة بتاعتك طبعا يا جماعة الكلام ده كله بعد ما بتخمر بأرض بتاعتك بالطنقيد وبعد برضو ما بتستخدم ايه اللي هو المبيت بتاع الحشاش افضل حضرها حاجة انك انت تستخدم مبيت الحشاش قبل الزراعة وشرحنا الكلام ده قبل كده طب ايه هو مبيت يبقى نرجع بقى للنقطة الاولية بعد ما حضرها خطت ارضك على عرض المصطبع من 80 ل 90 سنتي فلتت الخراطين بتاعتك اول حاجة هتعملها قبل الزراعة هتعمل ايه هترش مبيت مانع انبات لبزور الحشاش اللي هو ايه اللستومب او اللستومب اكسرة طب ايه الفرق بين الاتنين عشان نركز في الكلام بصوا يا جماعة ده السومب اكسرة بتاع شركة باسف ده من افضل مبيدات الحشاش اللي هي مانعة لامبات السومب ايه اكسرة هذا برضو السومب يا جماعة بس فيه فرق كبير جد role between الاثنين ده ستم ووده ستم والاثنين نفس المادة الفعالة ده بتاع شركة باسف وده برضو بتاع شركة من الشركات المحترمة الاثنين بيجيبوا نتيجة بس في فرق من نتيجة ايه في فرق من نتيجة ده اغلى من ده كتير جدا اللي هو بتاع شركة باسف يعتبر الضرع في التمن بتاعه طيب لما تيجي بقى تستخدم لو انت هتستخدم اللي هو اللي سطنب بتاع شركة باسف هتستخدمه ازاي اول حاجة حضرتك هتعملها هتروح تحط اللتر ده على 200 لتر مية وتدوبه فين في البرميل بتاع الرش وتسيبه ساعتين مع التقليب قبل الرش تسيبه ساعتين تدوبه لمدة ساعتين في البرميل بتاع الرش وبعدين تبدأ تروشه على الارض بتاعتك قبل ما تنزل المية رشته بقى ارض تاعتك قبل ما تنزل المية وبعدين تسيب الارض ساعتين بعد رش الميدة ساعتين او ثلاثة بعد ما رشته وبعدين تبدأ ايه تنزل ايه المية بتاعتك ده بالنسبة لإيه للسطنب اكسترا بتاع شركة ايه باسف طيب لو انت هتستخدم ده تستخدم ده ممكن تحضر وترش على طول ما فيش ايه مشكلة لكن لو هتستخدم بتاع باسف لازم تسيبه دايب في المية ساعتين وترشه وقبل ما تنزل المية لازم تقعد اهلا حاجة ساعتين قبل ما تنزل المية على الارض بتاعتك دول يا جماعة اللي سطنب اللي حضرتك بتستخدمهم ايه في زراعة الفاصولية والافضل انك تستخدموا ايه والارض ناشفة طيب حضرتك زراعت وانسيت ومجرد ما بتنتهي من الزراعة تبدأ ترش بمش ايه مشاكل خالص بعد ما تنزل البزرة بتاعتك او التوى بتاعتك ما فيش اي مشكلة خالص زي ما قلت لحضرتك كده حضرتك بعد ما رشيت السطن بتبدا تنزل المية بتاعتك تخمرات بتاعتك يوم او اتنين وبعد كده تزرع البزرة بتاعتك ما فيش اي مشاكل وشرحت لك الطريقة اللي هي لو هتزرع ثلاث خطوط او لو هتزرع اربع خطوط طيب بالنسبة للناس اللي بتزرع غمر تعمل ايه خطط برضو المستوى بتاعتك بس اهم حاجة الناس اللي بتزرع غمر نقطة مهمة جدا لازم القلبية بتاعتك تكون غوطة ليه عشان بعد كده الفصولية لما بتطلع القرون لو القرون دي طالت مية في الريا الاخيرة اقول لحاجة الفصولة بتاعتك بتصفر ودي بتقلل من الجودة بتاعت حبيت الفصولية وبتقلل من السعر بتاعها يبقى حضرك هتعمل عرض المستوى من فوق برضو 90 سنط بس اتخطط بالخطات نهو الخطات الكبير او الفجار وتخلي الجر يرفع الفجار كلا لفوق بحيس يعمل لك قلبية غوطة عشان بقى تروي ايه على الحامل المية ما تطلش النبات من فوق عشان ايه القرون بعد كده ما تصفرش وتروي النهارده وتقعد يومين وتزرع في اليوم التالي ده بالنسبة للزراعة في الارض ايه بيء الغمر كده يا جماعة اتكلمنا عن طريقة زراعة الفصولية من البزرة وحتى رشش الحشيز برضو شرحتها لكم بعد ما لبصولية الحمد لله الانبات كواس جدا الى حد ما من اول شهر اثنين ممكن توصل معاك لغاية اول تلاتة خمشهر تلاتة على حسب الظروف الجوية احنا زي ما قلنا قبل كده مش بنحدد موعيد سابتة للزراعة الموعيد دي بنحدد على ايه على حسب الظروف الجوية الملأمة للانبات وللانتاج ده كان موضوعنا النهارده جماعة اهم وافضل الزراعات الصيفية وزراعة الفصولية الجافة هتفرم حضرتك كتير جدا يعني محصول مش هيكلفك كتير مش هيجهدك في الشغل بتاعه وارباحه عالية جدا نحنعرفين نهارده سعر الفصول يا جماعة النهارده اللي هي الشت واللي طلع النهار طلع ب90 جنيه و95 جنيه وصلت ل100 جنيه كمال وبالنسبة للتقاوي التقاوي الفصول يا جماعة عدت 120 و130 و140 جنيه التقاوي النهارده فده محصول من المحاصيل المربحة بالنسبة لك والسهلة في الشغل ومش هتجهدك كتير ده كان موضوعنا النهارده يا جماعة أتمنى كنت قدمت لكم معلومة مفيدة وأتمنى أنكم تشارككم في القناة وتفعلوا زر الجرس شكراً لحضراتكم تحياتي